احذروا على أولادكم فآخر محطة للطفل إلياس أبي نادر ابن السنوات التسع كانت بين هذه الألعاب في مدينة ملاهي علي أحد الألعاب التي كان يمرح بها إلياس مع ستة من أفراد عائلته انحرفت عن سكتها فكان الموت مصيره نتيجة إصابة بالغة في رأسه بينما نقلت ابنة عمته كلوي شاربل البالغة من العمر سبع سنوات إلى مستشفى الروم ببيروت رجعوا مبيرح دقولنا وعم يجربوا يعملوا خبار إنه في بلاك لعمر تحت العشر سنين ما يلعب أكيد ما كان في بلاك لأنه هاي اللعبة مش أنا بقبض تيكت عليها في مين يقبض وفي مين يدورها أنا كان ابني بيناتهم عمره خمس سنين خلينا نعتبر إنه هي غشتهم الخمس سنين مستحيل يكون غشهم تب رح كفي لك أنا رح يصير عمري أربعين شوفوا أنا إذا مشلت عمري العشر سنين طيب ما هاي أنا هاي كلو ما بعرف إذا بعد رح تقشع بعينها صدرها وضهرها ورأسها من ورا وكنا رحنا كلنا بالعائلة كنا ستة من فرد بيت أنا وخية وابن خية وولادة ثلاثة بتجرب أحساس خيش وحاسس ربع ابنه تسع سنين يروح بثاني قدامه ختم مدينة الملاهي العائدة لشخص من أهل ريضان بالشمع الأحمر وتوقيفه من قبل أجهزة الأمن لن يعيد لأهل إلياس طفلهم وحده السؤال الشافي أين القرارات التي صدرت قبل أشهر بعد حادثة طرابلس بضرورة إجراءات الرقابة على أعمال الصيانة الدورية لمدن الملاهي وحدهم أصحاب القرارات تلك معنيون بالإجابة اشتركوا في القناة